لدينا ثمار جيد جدا هناك عمل مهم يتحكم في الثمار وجودتها من حيث رش الموبيدات ضد المن والنمل او بداية العقد من اجل تثبيت الثمار مرحبا اصدقائي لفلاحين في هذا الفيديو الجديد نلاحظ هنا بداية العقد او عقد الثمار هذه شجارة التفاح بعمر خمسة او ست سنوات كما تلاحظون اذا كنت اول مرة تشاهد قناتي لا تنسى الاشتراك في هذه القناة المتواضعة وضغط زر الاعجاب اترك لنا تعليقا جميلا لدينا ثمار جيد جدا وممتاز رغم الظروف الجوية من برودة والتقلبات في درجات الحرارة والفرق الشاسع بينها ودرجات الحرارة في النهار والليل ما يسبب مشكل في الاوراق كمثال هنا قد وضعت فيديو اخر في الحلقة السابقة نتحدث عن مشكلة احتراق الاوراق وتغير لونها وايضا تشوه الاوراق بعامل التقلبات الجوية وبالضبط الحرارة درجات الحرارة لدينا هنا عقد الثمار يبدو جيد وممتاز في هذه المرحلة نقوم بالعناية بشجرتنا من حيث رش المبيدات ضد المن والنمل والبياض ايضا بعد الخمس عشر من شهر ماي تبدأ مرحلة معالجة او مكافحة الدودا ما يعرف بالبيكاج هناك عدة ادوية نقوم برسها كل شهر او كل اربعين يوم حسب درجة وجود هذه الحشارات في شجارتنا وايضا هناك عمل مهم يتحكم في الثمار وجودتها وهو السقي السقي المنتظم يعني يجب وضع برنامج تقي منتظم يفيد شجرتنا لا يضرها من حيث الاشباع الكبير او من حيث التعطيش والجفاف اصدقائي الفلاحين ايضا في هذه المرحلة ومن اجل تثبيت الثمار انصح برش البور والزنك كما تعلمون ان البور والزنك يتم رشه حوالي ثلاث الى اربع مرات في السنة في كل مرحلة لديها خصائصها وشروطها وهذه اخر مرة اخر مرة يتم رش فيها الزنك والبور يعني مرحلة العقد او بداية العقد من اجل تثبيت الثمار ايضا بعمل بسبب عمل تقلبة الجوية يمكننا رش الأحماض الامينية لشجارتنا من يقوم بالسقي يمكنه وضع مواد عضوية مثل الهيوميكا والهيوميستار والتيربو كل هذه المواد العضوية المفيدة لشجارتنا وايضا الحديد لا نكثر من الحديد للاشجار التي لديها تغذية متوازنة لكي لا نضر بشجارتنا وسأقوم في فيديو اخر بشرح كيفية وضع الهيوميك او المواد العضوية المستخلصة من المواد العضوية وايضا الحديد وباقي العناصر اتمنى ان تكون شجاركم بخير لا تنسوا ان تتركوا لنا التعليقات في التعليقات جميع تساؤلاتكم واستفساراتكم ام ملاحظاتكم لكي نفيد ونستفيد نحن ايضا اذا كنت اول مرة تشاهد قناتي لا تنسى الاشتراك في هذه القناة المتواضعة وضغط زر الاعجاب واترك لنا تعليق شكرا جميلا شكرا لكل من وصل الى هذه الدقيقة من الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بضغط زر الاعجاب وشكرا لكم جميعا شكرا لكم